السلام عليكم المشاهدين كديرين بخير لابس عليكم تمنى ان شاء الله دلفيديو يلقاكم باخر وعلى خير اليوم ان شاء الله عن صبوة العاصر غزال زوين ومنعش واقتصادي اقتصادي بززاف المشاهدين وغزال وكيخرج كيمية كبيرة كبيرة يعني الصراحة زوين وممكن احتفظوا به تلاجح تلاغد ليه ماشي مشكل اه فيه غيمة يعني فيه شي حوجة يعني الليمون والحامض والزنجبيل كيجي رائع رائع بزاف اه ان شاء الله غيبقوا معنا المشاهدين وتبعوه الطريقة مزيان وراغدت ان شاء الله غتصوبوه يجيكم رائع رائع بزاف بسم الله ده بغضي ان شاء الله نشدو الحامض دينا نحكوه وهذا الحامض نخرج منه يعني القشرة دياله نحكوه عن اخته غير يعني زيست دياله هو هادا سافي وهذا ان شاء الله غادي نحكوه بجوج هذيك الليمونات بجوج غادي نحكوه هو هادا او حكينا سافي ده بغضي نخليوه على جانب ونبدو ان شاء الله عاو تنين نحكوه حتى يعني الليمون بنسبة الحامض هادا هنحتفظو به حيث ما زال غادي نقطعه لجوج باش ننعسره بنسبة الليمون بنسبة الليمون يعني ما غنضيرش هذيك ربعد الليمونات كاملين وانما غنضير غير جوج ليمونات حيث هو القشرة دياله ماشي بحل ديالحامض سافي غناخد دابة تاني الليمون غنضير غير جوج ليمونات تهوما يعني القشرة دياله جوج الزيست دياله تهو جوج سافي وسافي نحتفظو به تهو هو هذا يعني كيخرجت هو كيمية خرجنا غيش كيمية صغيرة شوية حيث احنا الاهم دي يعني اللي كيهم نحنا هو هذا الحامد هو اللي بغي نحنا يكون نحنا كثير ويكون يعني غالب على كل شي على لك الشي كامل اللي عنا هذا سكنجبير غادي نحكوه تهوا سافي ونحتافظو به تهوا وغادي ناخدو واحد الكاسرونة هي هادي غادي نخلطو في هاقي جميع دك شي اللي حكينا يعني جميع هادي الشي كامل دي الحامد ليمون زيست يعني دي الحامد ليمون والزنجابيل ونزيدو عليها اترو دي اللماء يعني في المجموعة سيكون عندنا جوج اترو دي اللماء ده بغا نديرو اترو اللول هو هدا ونحسافدو بالاترو الاخر حتى من بعد عدا نوريكم كيف يعني نديرو سافي لحنا كل شي دي الشي اللي حكينا وغادي نخلطو غادي نديرو هنديرو دابا كي ما قلت لكم اترو دي اللي اللول هو هدا سافي وغادي نديرو سكر نديرو سكر نديرو تقريبا انشي اندير ثمانية دي ندير عشرة دي المعالق دي السكر العشرة. سافي هو هادا. اندير عشرة. وغادير الضهف وقلفوطة ونخليوه يعني يغلق غير هو كما يبدأ يغلق هنحسبو لي خمسة دقايق. ما عادش نخليه في الزافي يعني خمسة دقايق ما ونحيدو باش يبردش شوية باش نلقو نصوبو به العسر دي النا. را كيجي رائع وكيجي سهل تغيين صوبوه ان شاء الله. سافي دبا غدير الضهف وقلفوطة. ومن بعد دبا غدين مشي وناخدو الليمون دي النا هو هادا والحامض وما هادو قسمته مع ده الجوج وغادين نعسرهم باش ناخد يعني المادية لهم العسر دي الهم. هو عتلي باش غدين نخدم مرة تانية. هو باش غدين نخدم عتني يعني مرة تانية عاد نخلط كل شي. سافي هو هادا. نستمر في آآ نستمر ان شاء الله في في العسر دي الليمون ودي دي الحامض. وخل حامض دبا الحامض والليمون ما فيهمش صراحة للمبزف. هادا هو الخليط دينا كيما قلت لكم مع المشاهدين. وهادا نخليه وخمسة دقائق دبا هو بداك يغلغ نخليه وخمسة دقائق ونحيدو. باش كي تلقنين بسش كي ولي بحسيرو. كي ولي دا كل شي كي تخلط كي ولي بحسيرو. سافي هو واحدة يدنه دابا العسر دينا الاخر تاوا كي موجود. والمدينة تاوا اترو دي المدينة كتاوا كين موجود. سافي هادا المقادر دابل غنخلطو باش نديرو بيهم عسر دينا. ونه غدين قسمو علاجوش حيث غدي يجي كيمية كبيرة على المونينكس. اه غدي ندير غالنص دي لانتم غاد شوفوا كل شي غندير نصد الخالط ومن بعد نزيد النص اخر. بالنسبة لهذا سخون اللي بغي يخليه سيبرد يعني يخليه اللي ما بغاش ممكن يخلطو حيث مني غنخلطو مع المبارد ومع مع العسر تاوا بارد ركي يجينا دافي. ماشي مشكل دابا نديرو نص ديال هاداك الخالط. ومن بعد غدين ديرو نديرو الماء. وهذا الماء غدين ديرو النص ديال الماء. ومن بعد غدين زيدو نزيدو اسميتو نزيدو هاداك يعني الخالط اللي طيبنا هو هادا. سافي. هاو دابا كل شي غدين نديرو في مونينكس ونخلطو. بصراحة راه زوين بزاف. انا جربتو نهر لوول صراحة غزال زوين بزاف. دابا وليت مدمينة يعني ديما كنديرو. ماشي مره مره بصراحة ديما. هادا هو اللي خالط ديالنا. دابا هنزيدو الخالط اللي بقى. وغنضيق نشوفو السكر. انا رازت تقريبا تمنيا ديال معلقة ديال معلقة ديال السكر. حتى العشراء. بش كي جي حلو زوين. هاو دابا هو العصر ديالنا هو هادا. درنا في الكاس ديالو. غنديرو في التلاجي يبرد. او لا في الكورجيلاتوري لكم تواقفين عليه. سافي كي يجي هادا هو يعني كي يخرج بارد. يغزال وكي تلق مزيان. سافي هادا هو الشكل ديالو النهائي. كان رفقه بالحامض بان هرا هو هو حامضة اصلا. اصلا. بصراحة كي رفطه بعد الحامض وكي جي واعر المشاهدين كي جي بحلة يعني بعد ديالو بالحبيبة ديالو كي يجي غزال زوين بزاف. يوان تمنيا شاء الله يعجبكم هذا العصير. وغي يجربوها المشاهدين وغي تندموش عليه. وبالنسبة للشكل ديالو النهائي هكا كالرافقة يعني بلاي باي اللي بغي يقدموا بلاي باي يجي رائع تهوة. يوان تمنيا شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ديالي وتمنيا شاء الله تشجعوني ودريوا لي يا جيم. وانتمنيا للمشاركين جودة دي دخلوا عندي مرحبا بيهم. حتى المشاركين ديالي يعني دخلوا عندي مرحبا بيهم كاملين اللي عندي واللي غايجي مرحبا بي. وانتمنيا ان شاء الله الخير للجميع. انتم نتعلم.